موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ما زال حديثنا في الآية الحادية والسبعين بعد المئة الأولى من صورة النساء وهي قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلة هناك طرفة تاريخية تذكر أنه كان لهارون الرشيد طبيب نصراني دخل يوما في نقاش مع علي بن الحسين الواقدي وهو أحد المفكرين الإسلاميين في ذلك العصر فقال له هذا الطبيب توجد في كتابكم السماوي آية تبين أن المسيح عليه السلام هو جزء من الله وتلا هذا النصراني الآية التي نحن بصددها أي وروح منه فرد عليه الواقدي مباشرة تاليا هذه الآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأضاف مبينا أن كلمة من لو كانت تفيد الطبعيض لقتضى ذلك أن تكون جميع موجودات السماء والأرض بناء على هذه الآية أيضا جزءا من الله فلما سمع الطبيب النصراني كلام الواقدي أسلم في الحال وسر إسلامه هارون الرشيد فكافأ الواقدي بجائزة مناسبة أبعد هذا التكفير الصريح يقال إن القرآن يؤيد النصارى في قولهم المسيح هو الله أو ابن الله أو فيه صفة من صفات الله وإذا كان القرآن حجة في بعض آياته أو كلماته فيجب أن يكون حجة أيضا في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإذا لم يكن القرآن حجة في قوله هذا فيجب أن لا يكون حجة في غيره إما الإيمان بالجميع وإما القفر بالجميع ثم يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسله ونبذ عقيدة التثليث وإذا كان ذلك هو الحق في شأن عيسى فآمنوا بالله إيمانا حقا بأن تفردوه بالألوهية والعبادة وآمنوا برسله جميعا بدون تفريق بينهم ولا تغالوا في أحد منهم بأن تخرجوه عن طبيعته وعن وظيفته وهذه الدعوة للإيمان بالله ورسله ومن بينهم عيسى بوصفه رسولا ومحمد بوصفه خاتم النبيين والانتهاء عن تلك الدعاوى والأساطير تأتي في وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم أي انتهوا عما أنتم فيه من ضلال يا معشر أهل الكتاب واتركوا القول بالتثليث يكون انتهاءكم خيرا لكم بإبادتكم لله وحده تكونون قد خرجتم من ظلمات الشرك إلى نور الوحدانية لأن الله إله واحد تعالى عن أن يكون له ولد سواء في ذلك ما يعطيه ويدل عليه لفظ الإبن في المفهوم البشري من التولد عن طريق التناسل مما يستدبع وجود الزوجة أو ما يحاول بعض المتفلسفين في المسيحية أن يحملوه عليه وهو التولد الذاتي الذي يجعل له الطبيعة الإلهية المستمدة من الأب فإن ذلك كله مستحيل في حقه تعالى فلو كان لله ولد لوجب أن يكون شبيهة وهذه حالة تناقض أساس الوحدانية فكيف إذن يمكن أن يكون لله ولد وهو منزه من نقص الحاجة إلى زوجة أو ولد كما هو منزه من نقائس التجسيم وأعراضه تقول الآية سبحانه أن يكون له ولد أي أسبحه تسبيحا وأنزهه تنزيها عن أن يكون له ولد لأن الأبوة والبنوة من صفات المخلوقين وهو سبحانه منزه عن صفات المخلوقين قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسل والله الباقي غني عن الامتداد في صورة الفانين وكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه والموجودات كلها مخلوقاته وهو خالقها جميعا والمسيح عليه السلام أيضا واحد من خلق الله فكيف يمكن الإدعاء بهذا الاستثناء فيه وهل يمكن المملوك والمخلوق أن يكون ابنا للمالك والخالق؟ ليس في الانحرافات التي تورط بها العالم المسيحي أكبر من انحراف عقيلة التثليث لأن المسيحيين يعتقدون صراحة بالثالوث الإلهي وهم في نفس الوقت يسرحون بأن الله واحد أي أنهم يرون الحقيقة في التثليث والتوحيد في آن واحد وقد خلقت هذه القضية التي لها حدان متناقضان خلقت مشكلة كبيرة للمفكرين والباحثين المسيحيين فيقولون إن الثلاثة واحد كما يقولون أن الواحدة ثلاثة في نفس الوقت وهذه القضية لا تتفق مع العقل ولا يقبلها حتى الأطفال الذين هم في مرحلة الدراسة الابتدائية ولهذا السبب ادعوا أن هذه القضية لا تقاسوا بنقياس العقل وطلبوا الإذعان بها عبر ما سموه بالرؤية التعبدية القلبية وكان هذا التناقض منشأا للتباعد الحاصل لديهم بين الدين والعقل وسببا لجر الدين إلى متاهات خطيرة الأمر الذي اضطرهم إلى القول بأن الدين ليس له صلة بالعقل أو ليس فيه الطابع العقلاني وأنه ذو طابع تعبدي محض وهذا هو أساس التناقض بين الدين والعلم في منطق المسيحية فالعلم يحكم بأن الثلاثة لا تساوي الواحد والمسيحية المعاصرة تصر على أنهما متساويان ويجب الالتفات هنا إلى عدة نقاط حول هذا الاعتقاد المسيحي أولا لم يشر أي من الأناجيل المتداولة في الوقت الحاضر إلى مسألة التثليف لذلك يعتقد الباحثون المسيحيون أن مصدر التثليف في الأناجيل خفي وذكر المؤرخون أن قضية التثليف قد برزت بعد القرن الثالث الميلادي لدى المسيحيين وأن من شأ هذه البدعة كان الغلو من جانب واختلاط المسيحيين بالأقوام الأخرى من جانب آخر ويرى البعض احتمال أن يكون مصدر التثليف عند المسيحيين واردا من عقيدة الثالوث الهندي أي عبادة الهنود للآلهة الثلاثة ثانيا إن قضية التثليف القائلة بأن الثلاثة واحد تعتبر أمرا غير معقول أبدا ويرفضها العقل بالبداها والشيء الذي نعرفه هو أن الدين لا يمكنه أن يكون منفصلا عن العقل والعلم فالعلم الحقيقي والدين الواقعي كلاهما متفقان ومتناسقان دائما ولا يمكن القول بأن الدين أمر تعبدي محض لأننا لو أزحنا العقل جانبا عن قبول مبادئ الدين وأذعنا للعبادة العمياء الصماء فلا يبقى لدينا ما نميز به بين الديانات المختلفة وفي هذه الحالة أي دليل يجب على الإنسان أن يعبد الله ولا يعبد الأصنام وأي دليل يدعو المسيحيين إلى التبشير لديانتهم لا للديانات الأخرى ومن هذا المنطلق فإن الخصائص التي يراها المسيحيون لديانتهم ويصرون على دعوة الناس للقبول بها هي بحد ذاتها دليل على أن الدين يجب أن يعرف بمنطق العقل وهذا يناقض دعواهم حول قضية التفليف التي يرون فيها انفصال الدين عن العقل وليس هناك كلام يستطيع تحطيما الدين أشد وأقبح من أن يقال إن الدين لا يمتلك طابعا عقلانيا ومنطقيا وإنه ذو طابع تعبدي محض ثالثا إن الأدلة العديدة التي يستشهد بها في مجال إثبات التوحيد ووحدانية الذات الإلهية ترفض كل أنواع التثنية أو التثليف فالله سبحانه وتعالى هو وجود مطلق لا يحد بالجهات وهو أزلي أبدي لا حدود لعلمه ولقدرته ولقوته رابعا بالإضافة إلى كل ما ذكر كيف يمكن للذات الإلهية أن تتجسد في هيكل إنساني إن فرض الحدود لله الأزلي الأبدي أو تجسيده في هيكل إنسان ووضعه جنينا في رحم أم يعتبر من أقبح التهم التي تلصق بذات الله المقدسة المنزهة عن كل النقائص كما أن افتراد وجود الإبن لله إنما هو افتراد غير منطقي وبعيد عن العقل بعدا مطلقا وإذا كان المسيحيون أنفسهم لا يرون بأسا في كلمات مثل الله الأب الله الإبن فما ذلك إلا لأنهم جبلوا على هذه التعاليم الخاطئة منذ نعومة أذفارهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة